قدم رئيس حزب أمل جديد الوزير جدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي شكلها رئيس الوزراء بن يمين تنياهو بعد إعلان الحرب على غزة قال ساعر أنه لا يمكنه تحمل المسؤولية إذا لم تكن لديه وضيفا أنه حذر مسبقا من أن تباطئ التقدم العسكري يعني إطالة أمد الحرب وهو الأمر الذي سيكون ضد المصلحة الوطنية الإسرائيلية حسب وصفه وكان ساعر قد انضم إلى حكومة الطوارئ مع عدد من أعضاء المعارضة الآخرين بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته المقاومة الفلسطينية على قواعد عسكرية إسرائيلية هذا واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد استقالة الوزير في حكومة الطوارئ جدعون ساعر خطوة أولى نحو حل حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وقال لبيد أنه يجب الاستماع جيدا للكلمة التي أدل بها ساعر وأعلن خلالها استقالة وانتقد فيها إدارة الحرب في قطاع غزة وتشكيل مجلس الحرب وأضاف لبيد أن الاستقالة يجب أن تدفع الحكومة لتحمل مسؤوليتها وتعيد التفويض إلى الشعب وذلك في إشارة للذهاب إلى انتخابات مبكرة